السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و مرحبا بكم و ايضا على القناة شافسو هاي لليوم سوف نحضر معكم كيك بما تلبسوها مني كيك بما داق و رائع جدا بذوق الكرامل واللوس يأتي من اروع ما يكون صراحة كتجي مع الكوناديدة جدا إلا كنتم معروضين تضيفها فيديوكم او تحضروها لديو في المالة كتجي اكتر من رائعة خليكم معي من بداية الفيديو حتى الاخر بشرفوا على المكونات و الطريقة كتجي رائعة جدا و ما تنسوش تلايكي والفيديو الاكبر عدد من اللايكات و تبغطجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب هكا لتعوم الفائدة و نبدأوا على بركة الله بالمقادير اللي كتكون بسيطة جدا كتجي خفيفة ولا ديدة عندي هنا يوم اول حاجة عندي زوج دي الاكياس من الخاميرات الخاصة بالحلويات ميو ادي الناس 10 جرام عندي هنا ساتشي من الفانيلا و عندي 150 جرام من دقيق ما يعادي لنا كاسونس ديال دقيق بالكاس العنبة عندي هنا 100 جرام ديال سكارسانيدا الليمون او البرتوقال شوية ديال القرفة عندي هنا واحد معالقة كبار ديالزبدة و عندي ايضا 100 جرام ديال بودرة ديال اللوز و عندي هنا ايه تقريبا 120 ميلي لتر من الزيت بالنسبة انا اعطيكم حتى بكاس العنبة هكا باش تعارفوه و هاربعه ديال رحبه ديال بالطبيعة الحال و الحاجة كنحتاجه في انا او بول ولا اي خلاط كنضيفوه كنضيفوه عندي هنا ايه 4 ديال البيضات ثم مضيق اللوز و رائعة جدا مكان كتروش في هاد الدقيق و كيجينا المضيق اللوز غالبا اللوز على النكهة يلضقق عندي هنا كيما قلتيكم اه ايه ديال البيضات ديال يلوامي غادي نضيره فالباتر حتى بضعاء في الحاجم دياله من بعد غادي نضيف عليه الزيت ثم نضيف جمعات الكبار الزبدة ضرب المكونات كلها حتى تنسى جميلة مع هذا الخليط ثم نضيف جمعات الكبار الزبدة اضرب 100غ سكر اضرب 150غ اضرب الكرامل اضرب الكرامل اضرب الكبار الزبدة اضرب الكبار الزبدة اضرب الكبار الزبدة اضافة البرتقال و المضاق اضافة المعصر يمكنك اضافة مصر اضافة مصر اضافة مصر اضافة مصر اضافة مصر اضافة المكونات اضافة مصر اضافة مصر اضافة البرتقى نضيف المقادير في صندوق الوصف نضيف المقادير الخميرة الخاصة بالحلويات نضيف المقادير الخاصة بالحلويات نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف المقادير الخلط سوف نقوم بالدقيق ومن بعد بهذا الشكل هذا سباتولة كانت تهرست لي ونقوم بها اي سباتولة لكي نقوم بها صراحة على ما نأخذ شيء واحدة وهكذا تكون مهم لكي نقضعه من بعد كما قلت لكم دائما نقوم بها المول من موقع جهاز دارك وهو اللي كان نخدم به دائما صراحة نزوي بزاف سوف نذكركم بالموقع سوف نخليه لكم في صندوق الوصف اي مول يعني مول العجيب العادي جدا ليس شرطي هذا او لا اي مول عندكم سوف نبتد الخالد على الشكل هذا وهنا يديجك يكون فران سخون و ندخل لي نقاص لي العافية سوف نضيف كيك على خطر خطرها سوف نشمو الريحة و نشوف انها تذهبت لنا من جنابه و اطلع الحمورة عاد باش نحبطوها من تحت و عاد باش نحمرو الوجه دياله صافي من بعد انه نخليه الكيك سوف ندوزه سوف نضع الكاسرونة سوف نضع فيها كاس ديالذكر سانيدة و سوف ندوزه و سوف ندوزه الكرامل سوف نضيف كيك يصبح لنا على هذا الشكل هذا و سوف نضيف و سوف نضيف كيك يصبح بسيطة و سوف نضيف كيك يصبح على كرامل و سوف نضيف كيك يصبح في المدق بزاف سوف نضيف و سوف نضيف الكرامل في المرورة من بعد سوف نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ضروري نضيف اللمعة في الكرامل من بعد سوف نضيف الزبدة تماما يمنح الخاصة بالطبخ اما الزبدة قوم يشبه مهلا نحرك فيه لتكستور ويكون جيدا سوف يبقى تكلل نحرك فيه ويضع لك كرامل ويجينا في الماداق لا تفوتون طياب لكي لا يحجر ويضع لكي الى يوغورت بطبيعة الحال بدون اي نكهة ويجينا في هذا الطريق ثم نضيك نضيفه اللانس هاتفها نضع فوق اللوكاك ونضعنها ونضعها سوف نضعها نضعها لا يوجد لونه رائع جدا وحتى المضاق دياله زوين بزاف ما كيجيناش محرق وكيعتنا بنا زوينة بزاف كيما قلت لكم هادلوكيك صراحة كتجي زوينة بزاف غيجربوها وغاديتنال اعجابكم صافي من بعد كنوزع هادل الكراميل بهادل كيفية هادئ او هاد شكل هذا باش انه كنحاول انه يدخل ليالداخل مزيان وصافي من بعد كنزينها وكنزوقها بالرقائق من كاعد الاخوات اللي عديد منهم سولوني قالوا لي يزعم هادلوكيه هذا اللي اخديتي يعني صعين انا اخديته غايم من احد الاطار يعني كيبعت شدي اللواز اللي الحلويات اعجبني بزاف لانه مقادف انه مش بحل هادا كتاخده بعد الاخترات كيكون مفرتت ما ما كيجيش تفت ديكور زوين هادا كيبغي غيف الصابلي انه ما كيبنش مزيان اما يبغيت الديكوري ولا شي حاجة صراحة هادا كيكون صعين ونفس التامن غي هادا كيوصل مهم هادا هو الفيديو جي اليوم ها كانت فلنا الفيديو اللي اعجبكم بصحاب راحة اللي اعجبكم الفيديو متبخلوا وشلقتكم بلايك والاششرك في القناة اشتركوا بجديد الفيديو هادا ان شاء الله جاي وفرجوا ممتعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة